عودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفداً أمريكياً يضم كل من السناتور كريسفر فان هالين والسناتور جيفري ميركلي عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات لسيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة خاصة في قطاع غزة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفداً أمريكياً يضم كل من السناتور كريسفر فان هالين والسناتور جيفري ميركلي عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات لسيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة وخاصة في قطاع غزة حيث حرص الجانب الأمريكي على الاستماع إلى رؤية السيد الرئيس للسياق العام للوضع الحالي التي تضمنت التجديد على ضرورة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرة وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كما جدد الجانبان خلال الاجتماع الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بالإضافة إلى ضرورة العمل على تهديئة الأوضاع في المنطقة عموما بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي وقد أشهد الجانب الأمريكي بالدور التاريخي الذي تقوم به مصر في هذا الخصوص وبما سعيها الدؤوب الراهنة كقوة تعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية ترجمة نانسي قنقر